اشتركوا في القناة ثم فصلت من لد حكيم خبير فالله تعالى هو الذي احكم هذه الآيات بنفسه وتكلم به سبحانه وتعالى ومن عظمة القرآن أن الله جل وعلا فصل آياته كما قال سبحانه وتعالى عن ذلك كتاب فصلت آياته قرآن عربية لقوم يعلمون مشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فالله تعالى جعله بشيرا يبشر المؤمنين بالسعادة في الدنيا والآخرة ويبشر من عمل بالتوحيد بالسعادة في الدنيا والآخرة ونذيرا من الشرك ونذيرا من عذاب الله تعالى ومن عراض عن دين الله تعالى ومن عظمة هذا القرآن أنه تذكرة لمن يخشى كما قال سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لي تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلع وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون فالله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى وزكاه قال وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وكذلك هذا القرآن العظيم آيات بينات في صدور أهل العلم وهذا من فضل الله تعالى على أهل العلم الذين يحفظون القرآن ويعملون به فالله تعالى زكاهم إذا عملوا بهذا القرآن العظيم فهذا في تزكية لهم سواء كانوا في قديم الأزمنة أو في أواخرها قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون وكذلك هذا القرآن ذكر وقرآن مبين هو ذكر وهو قرآن كما قال الله عز وجل إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين من كان حيا حياة القلب إذا كان قلبه حيا فإنه يستفيد من هذا القرآن العظيم وكذلك يحق القول على الكافرين بسبب إعراضهم عن هذا القرآن العظيم والقرآن العظيم أعلى الله مكانته فهو علي حكيم كما قال الله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد